احنا المصريين بنموت في الهيصة والاحتفالات والعزومات والهدايا وعلشان يبقى فيه هدايا لازم يبقى فيه مناسبة لو ما فيش مناسبة نفتكس مناسبة يا كيميا علشان كده ما تلاقيش عندنا شهر يعدي إلا لو فيه مناسبة أو اثنين أو ستة الفرعون المصري جاهز دائما للاحتفال لو تزنقنا قوي ما لقيناش مناسبة رسمية نعمل احنا مناسباتنا على قدنا بنفسنا احنا صغيرين نعمل مناسبة اي مناسبة عائلية كده صغيرة ونزيد النطهر عيل نقبط جمعية نجهز بنت احنا بنعمل حفلة للتنجيد يا راجل بنحتفل بالمراتب والمخداد فيه تلكيك اكتر من كده من ايام قدماء المصريين اجدادنا كانوا بيحتفلوا بعيد الفيضان يلا النيل علي الدنيا غرقت زفليت طين للركب الشوارع برك وحمامات سباحة وجوه مش ظريف يلا بول بارتي فهم عيد وفاء النيل عيد وفاء النيل ده تحس انه اصلا واحد فرعوني كان عايز يغرق مراته يخلص منها بس تعبطوا عمل الفيلم ده قال يعني قربان وتودد وعرفان والجو ده بص عم النيل والله ما تغلع عليك يلا وفاء هبا النيل هيزعل هبا وفاء يلا النطة فين حلوة يلا ده هدايا مني ليك نيلنا انت سكرة خلص منها وقال يعني لو ما عملوش الاحتفال ده في نفس المعاد كل سنة النيل هيقفش ومش هيرضى يفيد عايل قوي النيل ده قفش للدرجات يعني مستني وفاء عشان يفيد مش معقول وهو دلوقتي ما بنرميش وفاء بس بنرمي حمير وموعين ودواليب فين الوفاء بقى فين احنا مناسباتنا قديمة وقصيدة وليها بعد تاريخ علشان كده تلقينا ما نحتفلش بالساهل طبعا جواز مثلا نعم الفرح ونحتفل بيه مرة زي بقية العالم مستحيل فشر دليلة كبيرة يا معلم جوازي عن القاتي حفلة تعرف حفلة راية فتحة حفلة خطوبة حفلة شبكة تحب تضيف حفلة كاب كتاب حفلة التنجيط العجيبة ياها اللي حكيت لك عنها حفلة فرش البيت حفلة حنة واخيرا الفرح او حفل الزفاف لأ الموضوع عندنا كبير مش زار جوازي يا معلم ها ده اهم من ماتش غانا وساعات الاهل بياخدوا هدايا واكل وكحك وزيارة وبيروحوا يحتفلوا في الصباحية كمان افترة اعملوا حفلة بعد العفلة بمناسبة الكحك عيد الفطر لقيت الجميل بتاعنا بصومنا وتاعنا احنا كمصريين بقى سمينا عيد الكحك اختزال مسطح وطفص تتحول كل الهدايا في الوقت ده العلة بكارتون من اقرشة جواها كمية سكر بودرة هتترامي غالبا لانها بتعيش في قعر العلبة من تحت ولو ما جبتش يبقى عيبة وكل الناس بتشتريل نفسها وبرضو بيهادوا بعض بكحك وغيبة وبتيفور وكميات مهدرة من سكر البودرة وهم عندهم جوا عيد الاطحى احنا سميناها ايه عيد الفتة او عيد اللحمة انتوا بتاكلوها قرديحي الجادير بالذكر ان العيد القطحى ده هو العيد الوحيد اللي مفروض انه رسميا فيه قبل منه وقفة ليه عشان فيه ناس في الحج بتبقى وقفة مع ذلك احنا بعون الله عممنا التجربة والتجربة نجحت وما حصلش اي مشاكل بقى عندنا وقفة العيد الصغير وقفة عيد العمال وقفة عيد تحرير طابة وقفة الفالنتاين وغيرهم تلكيك اي مناسبة تيجي بقى لنا هنا وقفة في الاعياد الوطنية دي بتبقى مرتبطة في وجداننا بالافلام العربي القديمة ازاي شغل بقى الزاكرة معاين ازاي بقى عيد تحرير سينة المصصة لا تزال في جايبي ايوه 6 اكتوبر العمر اللحظة اه مجدأ مثلا صورة 23 يوليو دي ايه بقى الايدي الناعمة وده بيلمس مع عيد العمال ساعات يعني بيجيبوه هنا ويجيبوه هنا عيد تحرير طابة بدور والدراما المصرية غطت المنطقة دي بالكامل هرستها جامد يعني ما سابتش اي حاجة لخيالنا انا اول ما بسمع خصص اللي ضحوا من اجل الوطن اول واحد بينط في الناغي الفنان محمود ياسين والنجمة نادية الجندي خلاص ما بقاش عندي خيال بشوف دول بخاف منهم عندنا بقى شوية مناسبات اجتماعية علماشي كده زي عيد الام اللي هو وماما بتبقى مش عايزة اي حاجة فيه غير هدياتها الحقيقية اللي هي نجحنا وتفوقنا وساعدتنا وغسالة اطباق وطقم توابل وقشارب صح كل سنة كده شم النسيم وده الهالوين المصري بقى عيد الهلعة بتاعنا تحذيرات سنوية من ازدياد اعداد القتلى من الفسيخ اخبار عن ضفط الكميات من الاسماك الفاسدة نصائح عن تفادي الموت بالتسامم في اليوم اللطيف ده هالع سنوي هالوين احنا وما بنتوبش برضو كل ده غير المناسبات الشخصية بقى الميلاد الجواز السبوع التخرج الأفراح وغيرهم وطبعا المناسبات كلها عندنا الحمد لله مربوطة بالاكل ويبقى يومي اسود ومنيل لو نسيت مناسبة واحدة من كل دول وما جبتش هداية في كل مناسبة من دول طب بالزمة افتكر كل ده بمناسبة ايه بمناسبة ايه بالمناسبة مولد النبي على الابواب يعني حلوة المولد العروسة الحصان قرس الجبس الابيض اللي بيفضل لوحده في العلبة اه بيعيش كده سنين بعد ما كله يخلص تقريبا بقى بيعملوا بلاستيك دلوقتي عشان يبقى ديكوره وخلاص سلعة معمرة هي عايشة معاك بقت خمات تانية مش لازم تبقى سكر ولا حاجة الأقراص دي انا بسميها خالعة الأسنان اللابانية ومحطمة الأسنان الدائمة والقواطر علشان ضيعت لي حاجات كتير في حياتي قول لي صحيحة ايه بمناسبة مولد النبي خير معكش حاجة انا كنت جاي بحاجة على القد كده بس ما تغلاش عليك يا أحمد حبيبي معايا حتة كده عجب لفت مصر القديمة كلها من أبو سالم يا معلم بالراحة يا أحمد بالراحة بالراحة ايه ده ديفولية ايوة يا ابن الله ايوة معلم بقى تحت لسانك بس دي غالية استنى ايه ايه عادل كده تحت الحساب بس يعني يا أحمد المشوار والعربية معلاش ان شاء الله أبقى ديك قدوم أول شهر طب أقولك مش عايز حتة بسيمة تبلع بيها بسيمة بسيمة ومين يقدر على البسيمة النهاردة بسيمة